إذاعة الرينة إذاعة إيرترية مستقلة يشرف عليها صحقيون إيرتريون مستقلون ويأتيكم بثها من باريس مستمعي الكرام طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافقة 15 من نوفمبر عام 2024 كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث والتي نخصصها اليوم لموضوع تدخلات النظام الإيرتري في الأزمة السودانية عبر بوابة شرق السودان هل هو لحل الأزمة أم لتعميقها؟ وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم المستمعون الكرام فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين الصحف الإيرتري السويد المعتقل داويت إسحاق يفوز بجائزة حقوق الإنسان السويدية لعام 2024 والجبهة الشعبية المتحدة في شرق السودان تقول إن الرئيس الإيرتري وقف على استعداد جاهزية قواتها للمشاركة في الحرب السودانية كانت لكم سيداتي سادة عناوين الأخبار وإليكم التفاصيل من إذاعة إيرنا الدولية في باريس فاز الصحف الإيرتري السويدي داويت إسحاق المسجون في إيرتريا منذ 23 عاما بجائزة حقوق الإنسان السويدية لعام 2024 وتقدم داويت إسحاق حوالي 20 مرشحا بما في ذلك الوزراء وغيرهم من الأشخاص المؤثرين وينتقد العديد من المواطنين السويديين السياسة الخارجية للحكومة السويدية وعلاقتها مع إيرتريا وذلك من أجل إطلاق صراحة الصحف المزدوجة الجنسية أو تقديمه للعدالة وتمنح جائزة إدلستام تقليدا لذكرى هارد إدلستام الذي كان سفيرا للسويد في تشيل خلال انقلاب عام 1973 على نظام بونشي والسفير معروف بإنقاذه ألاف تشيليين الذين فروا من المذبحة أثناء الانقلاب هذا وتغفر حكومة الإيرتريا قصرا أكثر من 11 صحفيا منذ سبتمبر 2001 دون تقديمهم للعدالة التقى وفد من قيادة الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة السودانية برئاسة الأمين داود الرئيس الإيرتريا سياس أفورقي في العاصمة أسمر الأحد الماضي ووفق ما ذكر راديو دابنغا قالت الجبهة إن الرئيس الإيرتريا سياس أفورقي اطمأن على موقف الحركة بشرق السودان وجاهزيتها لما سمته بالمشاركة والتسدي لحماية السودان والتسدي لكل الأطماع الأجنبية وكانت إيرتريا قد فتحت معسكرات لتدريب الحركات المسلحة السودانية مطلع على عمل حالي ومن ضمنها الجبهة الشعبية المتحدة بقيادة الأمين داود ومؤتمر البيجا بقيادة موسى محمد أحمد وقوات تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دونيا والحركة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد طاهر بيتاي حيث منحتها معسكرات للتدريب في مناطق غرب إيرتريا وكانت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة قد نشرت قواتها في نهاية أكتوبر الماضي في ولاية كسل الحدودية وهو ما أثار الردود أفعال متباينة خاصة من مكونات شرق السودان حيث عرضت جهات فاعلة فيها انتشار هذه القوات في الإقليم الذي يشهد توترا بين المكونات الاجتماعية المتنافسة بينما يتخوف البعض من أن يؤدي انتشار الحركات المسلحة المختلفة في شرق السودان إلى حدوث مواجهات بينها في ظل توتر بعض قياداتها مع قيادات الجيش السوداني ولمزيد من إلقاء الضوح حول هذا الموضوع تابعوا معنا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث بهذا أصلوا إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشر الإخباري لهذا اليوم وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا مستمعي الكرام كما أشرت في بداية البرنامج تتابعنا فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث والتي نخصصها اليوم لموضوع تدخلات النظام الإيرتري في الأزمة السودانية عبر بوابة شرق السودان هل هو لحل الأزمة أم لتعميقها؟ نتابع إذاعة إيرينا صوت مستقل لإيرتريا أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث والذي نخصصه اليوم للدور الإيرتري في شرق السودان وهل هو مساهمة في حل الأزمة السودانية؟ أم يهدف إلى تعميق الأزمة التي تعصف بهذا البلد؟ فقد طالعتنا وسائل الإعلام في نهاية أكتوبر الماضي بخبر مفاده أن مليشيات قبلية تطلق على نفسها قوات الأرطى الشرقية تتبع للجفة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بقيادة الأمين داود نشرت جنودها في ولاية كسل الحدودية وجاء في بيان لهذه القوات ما نصه إن قواتكم الباسلة بقيادة الجنرال الأمين داود محمود تنتشر وتنفتح على الإقليم الشرقي بعد عملية مشاورات فنية وعسكرية مع قوات الشعب المسلحة وتابعت أن ذلك يأتي ضمن استراتيجة قوات الأرطى الشرقية بحماية الأرض والعرض مع المنظومة الأمنية في البلاد وهذه القوات كانت قد تلقت في وقت سابق تدريبات عسكرية في إقليم القاش بركة بإيرتريا ضمن فسائل أخرى تتبع للحركات المسلحة السودانية وهي قوات تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا ومؤتمر البيجة القومي بقيادة موسى محمد أحمد ومؤتمر البيجة المسلح بقيادة عمر محمد طاهر وحركة تحرير السودان الدارفورية بقيادة مني أركم الناوي وباستثناء حركة تحرير السودان الدارفورية تنتمي الفصائل الأخرى إلى مكونات شرق السودان الناطقين بالبداويت والتيجرايت أطلقت هذه القوات على نفسها مسمى الأرطة الشرقية تيمنا بأرطة العربة الشرقية والتي كما تقول المصادر أنها كانت النواة الأولى لتكوين الجيش السوداني النظامي في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1897 بعد اتفاقية كسلة الشهيرة أو اتفاقية الحدود بين الإنجليز والطليان والتي تنازلت بمجبها إيطاليا عن مديرية التاكة كسلة حاليا إلى حكومة السودان وكانت تقدر قواتها آنذاك بكتيبة مشاه تم نقل رئاستها من كسلة للقضارف في العام 1909 ويعود تكوين الأرطة الشرقية في الأساس إلى أفراد من أبناء البني عامر الذين انضموا من قبل إلى القوات الإيطالية التي كانت متواجدة في كسلة بسبب رفضهم لسياسات الخليفة عبدالله التعايش خليفة المهدي في حربه ضد السادة الأشراف وسياسة تجنيد الشعب في حروبه مما أدى لقلة الإنتاج الزراعي وهذه السياسات كان لها دور مؤثر في نفوس الناس وخاصة مريدي ومحبي الطريق الختمية لما رأوه من إهانة لمشايخهم وحبسهم واضطهادهم فقد قرر أبناء البني عامر الانضمام للجيش الإيطالي الذي كان متواجدا بمدينة كسلة في ذلك العهد وقد وضعت اتفاقية كسلة الشهيرة أو اتفاقية الحدود قوات الأرطة الشرقية أمام خيارات ثلاث إما البقاء مع القوات الإيطالية والدخول معها إلى الحدود الإيرترية أو الانضمام إلى الجيش الإنجليزي أو المصري حيث اختارت هذه القوات الانضمام إلى الجيش المصري لاعتبارات دينية وثقافية كما تقول المصادر ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث والذي يأتيكم اليوم بعنوان تدخل أسياس أفورقي في شرق السودان هل هو لحل الأزمة أم لتعميقها فاصل قصير ونعود إليكم فقو معنا وبالعودة إلى قوات الأرطة الجديدة فإن نشرها في شرق السودان في الوقت الحالي دار حوله لغط كبير وأثار ردود أفعال متباينة خاصة من مكونات شرق السودان حيث عرضت جهات فاعلة فيها انتشار هذه القوات في الإقليم الذي يشهد توترا بين المكونات الاجتماعية المتنافسة فقد اعتبرت بعض القيادات السياسية المناوية لكن بدرجة أقل ويتخوف البعض من أن يؤدي انتشار الحركات المسلحة المختلفة في شرق السودان إلى حدوث مواجهات بينها في ظل توتر علاقة بعض قياداتها مع قيادات الجيش ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك إذ يرى أن هذه القوات ما هي إلا واجهة لتدخل إيرتري محتمل لصالح الجيش السوداني في شرق السودان في حال حصل تقدم من الدعم السريع تجاه شرق السودان خشية أن تصل شرارة الحرب إلى الحدود الإيرترية وتلقي بتبعياتها الأمنية على النظام الإيرتري وتزامن نشر هذه القوات مع زيارة قام بها مجموعة من الصحفيين السودانيين إلى العاصمة أسمره التقوا خلالها الرئيس الإيرتري أسياس أفورقي الذي أفصح لهم فيها عن وجهة نظر قائد قوات الدعم السريع للجيش السوداني وتهربه من الإجابة عن سؤاله له عن أسباب عدائه أو كراهيته للجيش السوداني وغيرها من المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام آنذاك بالإضافة إلى تشديده على حرمة المساس بالجيش السوداني الذي وصفه بأنه يمثل العمود الفقر للدولة السودانية ومن دونه لا يمكن بناؤها مشيرا إلى ضرورة بناء جبهات سياسية وإعلامية ودولماسية لدعم الجيش في معركته وقد طالعتنا وسائل الإعلام هذا الأسبوع بأن الرئيس الإيرتري اطمأن الأحد الماضي على استعداد قوات الأرطى وجاهزيتها لما أسمته بالمشاركة والتصدي لحماية السودان والتصدي لكل الأطماع الأجنبية وجاء في بيان الجبهة الشعبية المتحدة أن الوفد توافق مع الرئيس الإيرتري على مشتركات تتعلق ببناء مشروع وطني يحصن سيادة الدول والمنطقة من أي تدخلات سالبة تزعزع الاستقرار السياسي والاجتماعي وفق ما ذكر موقع راديو دبنغا والمتتبع لهذه التحركات أو هذه الأحداث مستمعية الكرام ومستمعات الكريمات يدرك يقينا أن نشر هذه القوات لا يمكن أن يكون دون علم وموافقة الرئيس الإيرتري ولا سيما أن الإيرتري أيدا طول في ملف إدارة الأزمة السودانية من خلال بوابة شرق السودان الذي تجيد التلاعب بإدارة ملفه وتداعياته الأمنية بحكم رعايتها للحركات المسلحة لشرق السودان في عدى النظام السابق وذلك قبل التوقيع معه على الاتفاقية المعروفة باتفاقية جفة الشرق في العام 2006 في العاصمة أسمر بحضور الرئيسين الإيرتري والسوداني آنذاك عمر البشير وهي الاتفاقية التي أوصلت موسى محمد أحمد إلى القصر الجمهوري كمستشار للرئيس السوداني والعينة الساهرة التي تعكس صورة ما يحدث في ذلك القصر إلى الرئيس الإيرتري أسياس أفورقي ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي تعليق على حدث والذي يأتيكم اليوم بعنوان تدخل أسياس أفورقي في شرق السودان هل هو لحل الأزمة أم لتعميقها فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا إذن فالتدخل الإيرتري في الشأن السوداني لم يكن يوما لمصلحة السودان ولا حبا للسودان وأهله بقدر ما هو لمصلحة النظام الإيرتري يقول الدبلوماسي والكاتب الإيرتري فتح عثمان في مقال له بعنوان أفورقي وأزمات السودان الواقع والمأمول بخصوص موقف أفورقي من الأزمة في السودان يجب النظر إليه ضمن منظوره الكل للبلاد وليس ضمن تفاعلات الأزمة الراهنة فقط ففي مقابلة له مع وسائل الإعلام المحلية تعليقا على حلف دول تجمع صنعاء والذي ضم أثيوبيا والسودان واليمن في ديسمبر عام 2005 قال أفورقي بأن هذا الحلف موجه ضد إيرتريا بلا شك وهو لا يخيفها فعلي عبدالله صالح ومل الزيناوي سوف يدفعان ثمن ما يجري في بلديهما من اضطرابات أما البشير فهو سيضيع ومعه السودان يضيف فتحي من يتذكر هذا القول اليوم قد تأخذه الدهشة مما آلت إليه أحوال القادة المذكورين وأن أفورقي له القدرة على التنبؤ الخارق لكن الحقيقة أكبر من الدهشة فالرجل يتحدث عن مخططات واقعة عاجلا أم آجلا وما يتبقى من الاجتهاد هو تحديد دوره فيها ويضيف قائلا لفهم دوافع سياسة أفورقي الخارجية تجاه السودان وأثيوبيا بشكل خاص علينا الرجوع أولا لحقائق الجغرافية السياسية فأفورقي يعرف بأن حكمه محاطم بدولتين عملاقتين من ناحية التأثير بسبب الموارد البشرية والطبيعية الهائلة والحدود المشتركة والروابط التاريخية والاجتماعية وأن هذا لا يبعث على الإطمئنان بذلك يكون الوضع الأفضل هو بقاء هذين العملاقين في حالة ضعف دائم فإيرتريا بحسب أسياس يمكن أن تتحول إلى وجبة دسم سهلة التناول لأحد العملاقين أو كلاهما معا ويؤكد فتح عثمان أن السياسة الخارجية لأفورقي تدور في محورين أولهما هو البقاء في السلطة مهما كان الثمن والثاني هو العلاقات مع أديس أبابا ولفهم موقف أفورقي من أي مشكلة في القرن الإفريقي يجب وضع هذين المحورين في الاعتبار فإذا وقفت أديس أبابا مع طرف ضد آخر في أزمة السودان فإن أفورقي سيقف وبلا أدنى تردد مع الطرف النقيض وبكل السبل المتاحة وهنا لا تهم مصلحة السودان بل الطرف المناوئ الذي يعاديه ويستشهد على ذلك بدخول الرئيس الإيرتري حربا ضروسا بالوكالة في الصومال وذلك بدعمه لحركة المحاكم الإسلامية والتي يقف على النقيض منها فكرا وعملا دعمها في حربها ضد القوات الأثيوبية في الصومال حتى انتهى الأمر بفرض عقوبات أمريكية وأمامية على إيرتريا في عامي 2009 و2011 فالرجل له باع طويل في حروب الوكالة وأن تدخله في الأزمة في السودان عبر الشرق لا يخرج عن هذه الثوابط مع وضع الاعتبارات للتهديدات لحكمه من شرق السودان ووصول الحرب إليه وواهم من يظن هنا بأن تدخل أفورقي في الحرب في السودان يصب في النهاية في مصلحة البلاد التي تعصف بها الحرب اليوم ويضيفت عثمان قائلا إن اللافت للنظر والمثير للشفقة والأسى في آن واحد ليس هو موقف أفورقي الذين استطيع المغالبة في فهم أغراضه بل هو موقف بعض المثقفين في السودان والذين يشعر المواطن الإيرتري تجاههم بالازدراء لوضعهم أيديهم على يد طاقية وتمجيدهم لديكتاتور يذيق شعبه ألوانا من العذاب فالرجل يصب أطنانا من ملح الإذلال على جروح حمته الغائرة وأن من يصافحونه ويفرحون بأخذ الصور إلى جانبه إنما يقفون فوق زناز تئن حجارها قبل ساكنيها ولا يرق لهم سمع ولا يطرف لهم حس وهم يضعون أيديهم في أيدي أعتاج اللادي إفريقيا أما نسبة المعاملة التي يلقاها السودانيون في إيرتريا إلى أسياس فذلك حشف وسؤكيل فالإيرتريون موقف امتجه السودان وشعبه سيكون مشرفا سواء كان تحت حكم أسياس أم غيره والتأريق هو الشاهد فإذا كان في أفورقي خيرا لكان أولى به بلده وشعبه ومن المستغرب أن تسيل أودية كرمه وعنايته الحادبة لتصل سهول السودان وشعبه يتعطش لنسمة حرية عابرة إلى هنا انتهى الاقتباس ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث والذي يأتيكم اليوم بعنوان تدخل أسياس في شرق السودان هل هو لحل الأزمة السودانية أم تعميقها فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا إذاعة إيرينا صوت مستقل لإيرتريا ومن خلال ما سبق مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات يتضح لنا أن تدخل النظام الإيرتري في السودان يأتي لاعتبارات عدة منها الحيلولة دون انكسار الجيش السوداني أمام قوات الدعم السريع لا سيما باتجاه الولايات الشرقية مما يشكل تهديدا للنظام متمثلا في تدفق اللاجئين الفارين من الحرب والذين سيشكل وجودهم بعداد كبيرة تهديدا أمنيا يعجز معه النظام ضبط الحدود والتحكم في المنافذ والمعابر على امتداد الحدود والاعتبار الثاني هو قطع الطريق عن قوات الدعم السريع في الوصول إلى تخوم الحدود السودانية الأثيوبية حتى لا تتمكن من إيجاد طريق آخر لدخول الدعم اللوجستي لعملياتها العسكرية في أواصط السودان عن طريق أثيوبيا التي تربطها بها علاقة جيدة والتي استقبلت الفريق محمد حمدان دقل حميدتي استقبال الرؤساء كما شهدت عاصمتها أديس أبابا الاجتماع التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم وكان الرئيس زرائها أبي أحمد أول من نادى بفرض حظر على طيران الجيش السوداني العام الماضي وفي ظل توتر العلاقات بين إيرتريا وأثيوبيا يمكن أن يؤدي ذلك الوصول إلى تكوين جبهة مناوئة على الحدود الإيرتريا الأثيوبية السودانية أما الاعتبار الثالث فهو رغبة إيرتريا في استمرار الهشاشة والضعف التي عليها السودان كي لا يمثل خطورة على النظام الإيرتري في المستقبل وهذا لا يتأتى إلا من خلال تفتيت وحدته المجتمعية وتماسكها من خلال ضرب تلك المكونات بعضها ببعض بإذكاء نار الخلافات المستعرة بينها حتى لا تقوم لها قائمة وهذا ما يفسره فتح معسكرة التدريب في البلاد لمكونات شرق السودان المتنافسة والمختلفة في ذات الوقت أما الاعتبار الرابع والأخير وهو الأبعد والأضعف يمكن أن يخالف أسياس بعضا من قناعاته الثابتة ويسعى لا استقرار السودان بدلا من زعزعته إن رأى مهددا آخرا خطيرا يهدد عرش سلطته وبين هذا وذاك يعتبر شرق السودان بالنسبة للرئيس أفورقي كما يقول فتح عثمان مثل قلم الرصاص المبري من الجهتين يمكن استخدام أيهما فيما يريد زعزعة أو استقرارا استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار الصحف الإيرتري السويد المعتقل داويت إسحاق يفوز بجائزة حقوق الإنسان السويدية لعام الفين وأربعة وعشرين والجبهة الشعبية المتحدة في شرق السودان تقول إن الرئيس الإيرتري وقف على استعداد جاهزية قواتها للمشاركة في الحرب السودانية بهذا أصل إياكم السمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إيرنا الدولية من باريس وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله إذاعة إيرنا صوت مستقل لإيرتريا